يتركون مدارسهم ويذهبون إلى جبهات الموت لا يحدث ذلك بإرادتهم وإنما بإرادة جماعات عنف جعلت من الأطفال وقوداً لحرب طويلة لا يراد لها أن تتوقف للسنة الثالثة على التوالي تمضي الحرب ملتهمة كل شيء بما في ذلك أطفال يساقون إليها كل يوم وتمضي الجماعات المسلحة في استدراجهم إلى صفوف مقاتليها وفقاً لتقارير دولية في تقريرها للعام الجاري قالت الخارجية الأمريكية إن ميليشيا الحوثي والمخلوع استخدمت الأطفال في معاركها وزجت بهم في جبهات القتال الأمر ذاته فعله تنظيم القاعدة وقوات الحكومة الشرعية غير أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح احتلت المركز الأول في اقتياد الأطفال إلى جبهات القتال ومن ثم وضعهم في خطوط النار حيث يمكنهم أن يموتوا أو يتحولوا إلى أسرى حرب بحسب التقرير وزارة حقوق الإنسان نفت أن تكون الحكومة الشرعية قد استخدمت الأطفال بشكل قاطع مبدية استعدادها لتقديم بيانات للمنظمات المختصة تؤكد عدم وجود أطفال في صفوف قوات الجيش وفيما تمضي ميليشيا الحوثي والمخلوع باستخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 17 عاماً لا تزال المنظمات الدولية تصدر تحذيراتها الدورية غير أن ذلك لم يغير شيئاً على الواقع ولم يمنع أو يقلل حتى من تفاقم الظاهرة الخطيرة يقول مراقبون أن الجهود الدولية لإيقاف تجنيد الأطفال في اليمن لا تزال غير كافية من نظر إلى حجم الإحصائيات التي ترتفع كل يوم عن واقع التجنيد الممنهج فعبر مئات الأطفال يتم خوض معارك يومية لا نهاية لها وعبرهم أيضاً يجري تفخيخ المستقبل وتحويله إلى قنابل موقوتة في وجه المجتمع